موضوعنا النهاردة ان شاء الله. اول بس معلومة كده مقدمة وبسيط عايزين نتكلم فيها عن البرست هنقول نحتاج بس من نوكو سوية تركيز كده ده كاترة في الاول. بنسمي البرست زي ما انتم شايفين كلمة ماماري جلاند. ماماري جلاند يعني الغدى اللابانية. الثدي ممكن نطلق عليه كلمة ماماري جلاند يعني غده في الاخر. فعشان كده ليه بنقول عليه غده او بنطلق عليه كلمة جلاند لانه هو موديفايد سوية جلاند. يعني غده عرصية ولكن موديفايد مطورة. وطبعا حجمها اكبر بكتير من الغده العرصية العادية اللي احنا عارفنا. بيبقى موجود في السيبرفيشي الفاشية. او زا بكتيرا الريجون. ان بوض سيكسي. يعني البرست او الماري جلاند عندنا ان ميل ان ان في ميل. بس بيحصل شوية تغيرات تدى اختلاف بين التو سيكسي. بين الميل والثميل. ما كانوا في السيبرفيشي الفاشية او زا بكتيرا الريجون. يعني اندر دا ستين على طول. ان في ميل. بالنسبة لاخواتنا في ميل. البرست عندهم بيوصل لديفولومنت بتاعه. عند مرحلة البلوغ. وبيفضل روديمنتري الميل. وبيفضل ضامر بالنسبة للميل او الذكور. يعني احنا بفور بيوبرتي حجم التو بريست بيبقى في الميل. زي كميل بالضبط. فديلقاشي. عند مرحلة البلوغ. طبعا الهرمونات بتاعة الفيميلز او الهرمونات الانسوية هتؤدي الى ان البرست يحصل له ويوصل للفول ماتيوريتي بتاعته بعد البلوغ ان في ميلز. اما بالنسبة للذكور فهو بيفضل روديمنتري زي ما هو وبيفضل الزغاية ما بيحصلوش اي تطور ولا بيحصلو اي حاجة زيادة حتى بعد البلوغ. شكله باقي اللي هو احنا نتكلم بعد ذلك عن البرست نفسه كبرست افتر ايس ديولومنت. يعني البرست او ذا في مين؟ افتر بيوبرتي. بيبقى رواندد ان شاب واند رست اوبر ذا بكتور الريجون زي ما اتفقنا بيبقى سفيريكال او رواند وموجود اوبر ذا بيكتور الريجون في الفاشة بتاعتها. اكسترنالي اكسترنالي نقدر نقول انه هو المكون الأساسي أو المكون اللي نشارك بطريقة كبيرة قوي في البرست هو الفات الدهون هي اللي بتتديره الشكل المميز بتاعه ايه الاكستنشن بتاعه داكاترا هتقوم معي لانه لانه لو ترانزفيرس اكستنشن بالنسبة للفيرتكال اكستنشن ده وجينا عند منطقة الميد كلاديكولا لاين يعني جينا كده عند منطقة في الكلاديكول بالضبط وانزلنا وعملنا خط هنسمي ده الميد كلاديكولا لاين هنلاقي البرست اكستنشن in this line from the second rib to the sixth rib يعني من الضلع رقم 2 للضلع رقم 6 يعني هنقول ده مثلا ده 2 3 4 5 6 and so on ده البرست اكستنشن ده خلي بالك يا دكتور this is the extension of the breast in nulli virus في مين يعني في الفيميل التي لم تحمل ولم تلد من قبل لان طبعا الحامل والولادة بتضطر البريست ان هو يحصل له development اكتر وحجمه يزيد اكتر ويتمالي باللبن علشان رضاعة البيبي لايتولد فالإكستنشن اللي احنا بنقولها دي حط في دماغك انها الإكستنشن الصبيعية اللي في الفيميل اللي لسه ربنا ما رزقهاش بحاملة او بولادة عشان كده بنقول ان دي الإكستنشن اللي تنلي بارس فيميل يعني الفيميلز او السيدات التي لم تلد من قبل اما هوريزونتالي بالعرض فهو بيمتد بين اللاترال بوردر اوف داسترنم تو ذا ميد اجزلاري لاين يعني لو بصينا على الصورة اللي تحت دي هنقول ان الاكستنشن بتاع البريست اللاترال بوردر اوف داسترنم نيديا لكده يقوم ممتد لاترالي بحد الميد اجزلاري لاين يعني اللاين اللي بينصف الاجزلة بالضبط يعني الاكستنشن اوف دا بريست دلوقتي واضح جدا انه في الفيميل التي لم تلد من قبل او لم تحمل من قبل من الضلع رقم اثنين للضلع رقم ستة and transversary من اللاترال بوردر اوف داسترنم لحد الميد اجزلاري لاين سكايت احنا كده لسه بندردش وبنقولي هادي فمقدمة بسيطة كل الناس عارفاها it may has an extension بيبقى فيه امتداد اسمه الاجزلاري تيل الزيل الابطي بصوا اللي انا بشغر عليه في الصورة اللي تحت دي axillary tail axillary tail دا جزء من الماماري جلاند جزء من الغدة الثادية نفسها بيعمل حاجة غريبة شوية pierce is the deep fascia او the pectoral fascia ما هي deep fascia او the pectoral region اسمها pectoral fascia to be present in the axilla ما انا اول مخروم pectoral fascia او deep fascia او the pectoral region يبقى انا كده عملت piercing لل anterior wall of the axilla وبعدين ابقى resting in the axilla يبقى كل البريست is present in the superficial fascia of the pectoral region except its axillary tail لو كان موجود في بعض الفيميلز ما عندهمش الاجزلاري تيل دا وفي بعض الفيميلز التانية عندهم الاجزلاري تيل دا لو موجود الاجزلاري تيل دا من اسم احنا سميناه axillary tail لانه extension from the breast lying in the axilla بيعمل piercing للبكتور الفاشية اللي في المنطقة دي ويبقى موجود في ال axilla علشان كده the axillary tail will be the only part of the breast lying deep to the deep fascia lying deep to the deep fascia او lying in the axilla يبقى المقدمة البسيطة دي external features of the breast اتفعنا شكل البرست هو rounded او hemispherical in shape بسبب الفات كونتنت اللي فيه اللي بيديله الكونتور بتاعه او اللي بيديله الشكل المميز بتاعه كمية الدهون اللي موجودة في الفريمورك بتاعه او في الهيكل بتاعه او في التكوين بتاعه بيمتد verticalي من الضلع رقم 2 للضلع رقم 6 بالتحديد لو انا رفعت المقاسات دي انزمت كلا فيكولا لائن هنا كده من الضلع الثاني للضلع الثادس اما بالعرض transversary يمتد من lateral edge of the sternum من حفة ال sternum الى mid axillary line يعني الى المنطقة الوسطى من ال axilla بالضبط كله موجود في السيباتيشيا الفاشية بعد الاكستنشن اللي بيطلع منه اللي اسمه axillary tail ده بيعمل بيرسنج للبكتور الفاشية علشان يبقى موجود في ال axilla عشان كده بيبقى axillary tail لو موجود بيبقى هو the femoral only part of the breast lying deep to the deep fascia الرسمة دي sagittal section in the breast وجايبين structures اللي deep to the breast فقاللك بص كده إيه الـ Deep Relations of the Brist الـ Brist ده نايم على إيه قالك نايم على الـ Victoral Fascia الـ Deep Fascia of the Victoral Region هو موجود في السيبرتشيا الفاشية ونايم على الفاشية اللي تحتها اللي هي Deep Fascia Covering the Victoralis Major أو Victoral Region اللي اسمها Victoral Fascia بس تخلي بالك فيه فراغ موجود بين الـ Brist وبين الـ Deep Fascia دي الفراغ اللي أنا ماشي عليه بالسهم ده تلاحظوا نوع ما فيهوش غدد وما فيهوش اي حاجة ده فراغ Space It's called Retro Memory Space It's called إيه Retro Memory Space يعني الفراغ اللي هو خلف الـ Brist Retro Memory Space وظيفة الـ Retro Memory Space ده إنه بيدي Free Movement for the Brist أو Free Mobility of the Brist قصت كده قالك إن الـ Brist is lying on the Victoral Region اللي متغطية بـ Deep Fascia اللي اسمها Victoral Fascia يعني لو دي Victoralis Major Muscle وتحتها Victoralis Minor Muscle يبقى الخط الأسود اللي أنا ماشي عليه بالسهم ده هو Deep Fascia of the Victoral Region يعني هو Victoral Fascia And this is the Brist It's present in the Superficial Fascia of the Victoral Region السبرفيشي الفاشية موجودة على الـ Deep Fascia فربنا سبحانه وتعالى يخلق Space اللي أنا ماشي عليه بالسهم ده يفصل الـ Brist عن الـ Deep Fascia of the Victoral Region اسمه Retro Memory Space الـ Retro Memory Space ده contains Lose Aerial Tissue نسيج ضم رخوة نسيج رخوة Lose علشان يسمح بالFree Mobility of the Brist فوقه تحت ويمينه شمال أنسوه علشان الـ Brist مبقاش Fixed على Victoral Region وده يسمح له بالتمدد بعد كده لما ان شاء الله الفيمين دي تلد وتبقى عايزة تعمل lactation البابي بتاعها الـ Brist ده بيتميلي باللبن فلازم طبعا حجمه بيزيد وبيبقى يحس أنه هو Free Mobile ما ينفعش يبقى Fixed على الـ Victoral Region يبقى ليه الـ Brist الطبيعي Freely Movable علشان فيه Space بينه بين الـ Deep Fascia أو The Victoral Region اسمه ايه؟ Retro Memory Space أما بالنسبة للعضلات اللي موجودة Deep to this Retro Memory Space أو Deep to the Victoral Fascia أو العضلات اللي عاملة الـ Brist Bed يعني إيه؟ Brist Bed يعني عاملة القعدة أو السرير اللي الـ Brist بيرتاح عليها هما 3 عضلات بيكتورالس ميجور طبعا عارفينها بتكمل بعد كده على الـ Chest Wall السريتس أنتيريور وتحت في الأبدومن الـ External Abdominal Oblic Muscle يبقى هما دول الثلاث عضلات اللي الـ Brist بيعمل ريستنج عليهم أو بيبقى ساند عليهم أو بيكونوا ما يسمى بالـ Brist Bed الـ Brist Bed يعني المساحة أو الأريا أو السرير اللي الـ Brist بيبقى مريح عليه تمام يا شباب المعلومات المهمة اللي هنا معناها إيه معناها يعني إيه Retro-Mammary Space It's present between the breast which is present in the superficie fascia and the pectoral fascia أو the deep fascia which covers the pectoral region الـ Space ده فيلوز tissue بيسمح بالـ Free Mobility of the breast قوية أول And what are the muscles forming the breast bed أو the best The breast is resting on them ثلاثة عضلات يا دكتور بيكتوراليس ميجور سريتس انديرل and the external abdominal oblique muscles لحد دلوقتي الدنيا ماشى كويس أو اللي في مشاكل محتاجة أسمع من الشباب اللي حاضرين معايا الأبطال اللي سابوا مذاكرة الـ NISTOLOGY والفيسيولوجي وحاضرين معايا الدنيا تمام أو اللي في مشاكل لحد دلوقتي الدنيا بسيطة أعطى بردو عليكو تمام بالنسبة للـ STRUCTURE OF THE BREATH يعني ما هو تركيب الـ BREATH طبق من جوه أو من بره ومن جوه بس كـ STRUCTURE مش مجرد external features كده اللي هي يقولك مثلا المشاكله spherical يرتد من كذا لكذا وهكذا THE STRUCTURE OF THE BREATH تأثمتوا بالمين ديمان دين تلت أجزاء زراف جدا أولا THE OVERLINE SKIN الغطى أو الجلد اللي مغطي على الـ BREATH THE SKIN OF THE BREATH يتميز بوجود حكتين وينين جدا أول حاجة THE NIPPLE أو الحلمة اللي أنا بشاور عليها بالماوي THE NIPPLE النبل دي عبارة عن CONICAL PROJECTION عاملة زي حلمة الببرونا بالظبط هي أسمع حلمة عشان كده يبقى شكلها CONICAL PROJECTION لونها LIGHT BROWN LIGHT BROWN موجودة فين في الـ CENTER بالظبط OF THE BREATH لأ يا دكتور موجودة BELOW THE CENTER OF THE BREATH يعني المفروض إنها لو ده CENTER ال BREATH بتبقى تحت CENTER OF THE BREATH شوية أو DIRECTED LATERALLY شوية BELOW AND LATERAL TO THE CENTER OF THE BREATH بتبقى موجودة AT THE LEVEL OF THE FORTH INTERCOSTAL SPACE يعني في الفراغ اللي تحت الضلع الرابع ده الليفل بتاع النبل وبكرر تاني THIS IS THE LEVEL OF THE Nبل IN THE NULLY PAROUS FEMIL يعني في الفيميل اللي لم تلد من قبل ولم تحمل من قبل والبريست بتاعها لسه لم يتغير حجمه انه يتميلي لبن ويعمل Lactation وكلام ده يبقى البرست الطبيعي بيمتد من الضلع رقم 2 للضلع رقم 6 بالنسبة للنبل بتاعته SLIDE BROWD CONICAL PROJECTION بتبقى موجودة AT THE LEVEL OF THE FORTH INTERCOSTAL SPACE وبيبقى TRAVERSED BY 15 TO 20 Lactiferas باكت يعني بيبقى فاتح فيها فاتح فيها حوالي من 15 ل20 قناة لابنية Lactiferas باكت اللي بتوصل للبيبي بعد كده اللبن لما البيبي ان شاء الله يشرف ويجب السلامة لبقى انا استفدت ان النبل هو اهم ما يميز الاسكين اللي مغطية البريف CONICAL PROJECTION شكلها CONICAL انشير عاملة شبه الامة كده شبه الحلمة بتاعت البيبرونا بالضبط اللي بيبي بيرضع منها موجودة BELOW THE CENTER OF THE BREATH لونها LIGHT BROWN موجودة في الفورس انتركوستر بيس ده الليفل بتاعها موجودة AT THE LEVEL OF THE FORCE انتركوستر بيس اريولا مش هنقول اريول بقى هنقول اريولا يبقى الاريا تصغيرها اريولا فالاريولا اللي دي معناها باللغة العربية الهالة الهالة كأن بالضبط النبل دي is surrounded by هالة من النور كده اسمق اريولا فالاريولا دي تصغير اريا تصغير مساحة صحة صغيرة فقال لك it's area وبص تعرفها area of the skin surrounding the nipple اهي لونها برضو light brown بس يميزها حاجة ضريفة جدا انها تحتوي على sebaceous gland غدد دهنية غدد دهنية sebaceous gland او غدد شمعية which enlarges during pregnancy يبقى هي تحتوي على غدد sebaceous بتفرز مادة زيتية الغدد دي بتفرز المادة الزيتية دي علشان ربنا سبحانه وتعالى خليقة هتفرز الافراز ده علشان تعمل lubrication للنبل علشان البيبي لما يشرف بالسلامة لما الامة تبقى حاملة وتولده ويبقى عايز يعمل lactation من الحلمة الافرازات الزيتية دي تعمل lubrication للنبل فتبقى lubricated بالنسبة للبيبي فالبيبي مايحسش انها نشف عليه وفي نفس الوقت الامة ما تنجرح من الاخشن بتاع البيبي لما يطلع له سنان ويبقى بيعمل رضاعة وهو عنده سنان فتبقى lubricated تبقى مزيتة كده علشان مايحصل فيها جروح وما تتعورش الغدت دي اسمها sabichus gland غدت زيتية موجودة في الاريولة لما بيحصل pregnancy and lactation اللبن بتاع البيبي اللي هيرضعه لما يتولد فعلشان كده لما بيكبر الغدت دي بتعمل زي بروزات 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 اسمها tubercles of montogermy المنتو جرمي ده هو العالم اللي اكتشف التيوبركيز دي سمها باسمه فقالك ان الاريولة دي is light brown area surrounding the nipple of the breast تحتوي وظيفتها انها تفرز sebum secretion مادة زيتية علشان تعمل lubrication of the nipple علشان البيبي يعرف يعمل lactation كويس وما يحسش ان النيبل نشف عليه وفي نفس الوقت تحمي النيبل من الخربيش او من الجروح اللي ممكن البيبي يسببها للام لما يجي يعمل lactation من النيبل دي فقالك اثناء الحمل او اثناء الرضاعة كمان الغدد دي بتبقى مليانة بالافرازات بتاعتها فبتبقى منتفخة تبقى غدد زغنانة زغنانة بتعمل بروزات 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 ان ذا اريولا البروزات دي سموها tubercles off monte germy نسبة الى الشخص الذي اكتشف وجود في المنطقة دي وقالك دي بتكبر وحجمها بيزيد وقت الولادة او وقت الحمل والرضاعة عن مكان ده بالنسبة للسكن معلومة بقى مهمة جدا اكتبوها عن دفع عشان حتى تفيدوا بيها قريبكم لما يجوا يسألوكم the color of the nipple and the color of the ariola is light brown يعني بني فاتح ممكن يبقى بينك كمان على حسب لون البشرة بتاعت بعد اول بريجنانسي بيتحول اللون الى dark brown بيتحول لون nipple and ariola برافو عليك حسين الى لون dark dark brown مع اول بريجنانسي and stay dark forever طبعا الام بتضحي كتير جدا عشان انها هتبقى ام وانها هتبقى بيبي فمقابل ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها بيبي لون الاريولا والنبل بيغمق زي حسين كده ما قال بيبقى dark brown مش pink ولا light brown وبيفضل لونه dark brown خلاص بعد اول حمل بيفضل بقى forever dark brown لونه ما بيرجعش يفتح تاني في حاجة مهمة جدا بعد ما خلصت لازم يقولك ان يعني مفيش حافظة لسية تحيط بي وده ممطقي جدا البرست ده حجمه متغير ولا ثابت ردوا عليها يا شباب حجمه متغير ولا ثابت البرست متغير يعني مثلا الفيميل ما هياش حامل ومش بتردع فتلاقي البرست الغدد اللابانية فيه صغيرة في الحجم ومتهايش لبن فيبقى حجم البرست صغير حصل بريجنسي الهرمونات تكبر البرست وتخلي الجلانديولار تيش اللي فيه يكبر ويحصل له ماتوريش علشان يبقى مستعد انه يستقبل الملك ويرضع البيبي بعد كده علشان كده البرست بيكبر في الحجم لو في فيبرس كافسول هل ينفع ان يقعد يكبر ويصغر كان هيبقى كان هيبقى ان البرست يكبر في الحجم ويتعبى باللبن وكل ما البيبي يرضع يخلص اللبن ويتكون لبن جديد غيره كان هيبقى خلى البرست ودي لها مهمة جدا ان الاقدر الله لو في انفكشن او كانسر in one breast it can spread to the other breast and to the surrounding tissue بسبب ان البرست ده غد ملهاش فيبر رسكابسول بسوح على الشارع كده has no fibrous رسكابسول طيب هنتكلم دلوقتي عال glandular tissue of the breast يعني the barrenchyma of the breast the glandular tissue of the breast المنتظر البساطة متقسم من 15 ل 20 loops واعتقد ان انتو فاكرين لسه في السرائد اللي فاتب ان الحلمة فتح فيها من 15 ل 20 لك تفرس ضد يبقى اكيد عندي من 15 ل 20 فت من 15 ل لوب كل لوب يتكاون من الفيولاي حوائفلات اللي بنقول اخبر انتو شايفين ها دي الفيولاي تمام وكل لوب متكون من الفيولاي بيحصل بغدة لبنية واحدة سوري بقناة لبنية واحدة قناة لبنية واحدة يبقى انا عندي من 15 ل 20 لوب كل لوب بيحصل لها لك تفرس ضد يبقى التوتل عندي كم لك تفرس ضد من 15 ل 20 طب ايه دكتور شكل لك تفرس ضد ده الزيولاي بتاعته او الجيلاندولان بتاعته وبينتهي بضكت واحدة بس زي ما احنا شايفين كده عن رسمة ضكت هي وقادي ضكت تانية ثلاثة اربعة خمسة ستة كل ضكت من دون تحت الاريول على طول بيحصل لها دايلاتيشن بسمي لك تفرس يعني جيد دايلاتيشن كده الاريولاتيشن دا بيضانحوش اللبن شوية علشان البيضي اول ما يرضى ينزله اللبن اللبن في الصين وهكذا وبعدين تقوم فتح سيبارتلي at the surface of the nibble سيبارتلي أوبن سيبارتلي يعني مبيحصرش تجمع للقنوات دي لا هو كل خص بتطلع له الاكتفر الضغط خصة دي تقوم لك ثم تفتح لوحدها عن ال nibble هفهنا يا شباب طيب لحد دلوقتي يا دكاترة انا ممكن اشبه البريست ده لو عايز اشبهه بصورة بطيطة انا لقيت فجأة صوتي وقف فكان لازم اخد بقى مية معلش معلش ماشي يا شباب في حد فيكم بيجيبس سرطي تقريب مثلا معلين اللي بيجيبس سرطي يخف شوية ده كبير اللي بيجيبس سرطي يخف شوية ماشي يا بهاء مش هكلك انت عقصان بتجيبه سرطي طيب خير ان شاء الله يبقى زي ما اتفقنا كل بتفتح داكتل الوحدها عند الصرف كنا بنشبه البريست لكترة التشبيه اللي انتم ما سمعتوش كنت رسا بقولكم بشبهه بكذا لا ايه بصوتي قطع صوتي انا اللي قطع يعني فمحبيتش ان انا كح سودان كو كده عشان مغزر كنا بيجيبس بشبهه بشبهه بالضبط هيرجع ان شاء الله الصوت يا غنار ويت بس ويت انتظري شوية هيرجع ان شاء الله كلنا سمعين الصوت رجع للناس كلها ولا لسه تماما الحمد لله بصو بقى شبه كنت بشبه البريست ده عشان ما تطلبط عارف احنا دلوقتي في زمن البرتقال صح احنا في الموسم بتاع البرتقال ده والناس عندها برد بقى وابتاكل برتقال وويتامين سي والكلام صح ولا غلط ايه رأيكم في البرتقال المتقشرة يا ده كترة انا مش بجري رأيكم ورح حاجة ايه رأيكم في البرتقال المتقشرة مرافو متقشرة بس لكن ما تفتصهاش هيعبارة عن فصوص صح اهي الفصوص اللي جواها الورانج جوز ده اللي انت بتاكله دي الجلاند الجلاند والأرتشو بتاع البرست الاشرة اللي انت عشرتها دي كانت بتاع البرست يعني اشرة البرتقال هي الاسكن والجلاند والأرتشو هو الفصوص المرصوصة زي الصورة اللي قدامكو دي كده دير ما يدور كده تمام اممان ايه بقى يا دكتور الفايبرا ستيشو أو الفايبرا هو الحواجز اللي بتفصل كل فص على التاني. اللي بتؤهلك انك تقدر تمسك الفص وتفصصه وتاكله فص ورا التاني كده. هل انت شايف الفصوص طائحة على بعضها? ولا كل فص له جدار مستقلة ذاته? هتكرت تشبيه ده عمره ما بيخيب. هاي رأيكم? الفصوص المختلفة. مش بتقدر تمسك كل فص لوحده وتاكله? الحواجز ده اللي بين كل فص وفص ده هي الفايبرس استرومة of the brisk. الفايبرس استرومة of the brisk. الاسترومة of supporting framework of the brisk هي هي الاسترومة. الاسترومة عندنا فايبرس and fatty استرومة. بالنسبة للفايبرس استرومة هي الصفقن Surrey Legaments of mean of kuber. مين كوبر ده? العالم اللي اكتشافهم هاي عبار عن فايبرس strains. فايبرس تشو سيبتة. او فايبرس strains. تمتد بتوين اللوكس of the brisk. تمتد بن الخصوص بتاعت البريس. زي بذلق ما الحواجز تمتد بن الخصوص البورتوانا. and binding the skin of the brisk to the underlying pectoral fascia. بص نعايا كده عالفاجة ده. الصورة باينة ولا مش باينة. الصورة باينة ولا مش باينة. الصورة باينة. ماشي? كان اهم ما يميز نعمل كده بسرعة مع بعض. اللي كانت وكان بيفتح فيها الخمستاشر لعشرين اللي اكتفرس بس. اللي جاي من اللوبس المختلفة. بعد اللسكين قمنا متكلمين عالجلان دولارتش. قمنا ان فيه من خمستاشر لعشرين فاص او لوب زي فصوص البورتوان كده. كل فاص فيه الفيولاي. الالفيولاي دي هي اللي هي اللي هي اللي غدد الليبانية يعني. كل فاص يتم الدريمش بتاعه باي سيبر الدكت. تقوم رايحة تفتح على النبل وتوسع شوية قبل ما تفتح. فكل دكت تقوم عمليلي حاجة اسمها بكتفرس بايها. انتفاخ زمني. انتفاخ كده. ومعينتم رايحة تفتح في دي ايه؟ سيبرتلي اتزان دي. والتفاقين معايا. قمنا عالين رقم ثلاثة السابورتينج فريمورك اللي هي عبارة عن فايبرس تيشو الفايبرس تيشو هو. بص كده الاورنج معايا ده كاترة. اللون الاورنج اللي انا ماشي عليه ده. اهو ده حاجز. حاجز. صفر الفاص ده عن الفاص ده. وفي نفس الوقت ربط بتدي فاشية اللي هي الفكتور الفاشية. اللي اللون الاورنج لا شايدينه. ادي دصص من سوري لجمان. و ادي دصص من سوري لجمان تتاني. و ادي دصص من سوري لجمان تتاني. شايفين الحواجز دي ده كاترة. اي الحواجز الاورنج دي. التي تنتد بين الفصوص وبعضها. زي بالضبط. الحواجز اللي بتنتد من الفصوص البرتقانة وبعضها. بتقوم عاملة كونيكشن بين الاسكن اوف ذا بريست. ان ذا ديب فاشية. اللي هي الفكتور الفاشية. يبقى ده الفايبرس. بارت اوف ذا بريست. يبقى الجلان دي لار بارت اوف ذا بريست. اللي هو مين؟ هو الخمس راشر الى عشرين فاص. اللي كل فاص بيطلع له. لك تفرس باكت الوحدة وتفرس تحت النبل. عاما الفايبرس فيمورك اوف ذا بريست. هي مين؟ هي العالم الاكتشاف. والسترومة التانية اسمها فاتي استرومة. اللي هي ده الحاجات البيضة اللي بتبقى في البرتقانة من جوة. اللي انت بتقوم معشرها كده. بعد الاشرة على طول تحت الاشرة على طول. علشان تبدأ تاكل البرتقانة. عارفيني النسيج الابيض اللي ده هو البرتقانة ده. زي لما انت بتيجي اتقشر قشرة البرتقانة. سوبرفيشيال كده. بتلاقي كيه حاجة بيضة جوة كده. اللي فيه كفر تاني ابيض موجود جوة. اهو الكفر الابيض ده. هو الفاتي استرومة بتاعتنا. اللي هي بقى ايه? مالية الفراغات اللي بين الفايبرستيشو وبين اللوبيولز وبعضها زي ما انت شايف اللي هي باللون الاصفر اللي بالراسمة دي. او ظنة مفيش اسهل من كده. ثم عامل ماين دمام كده او انت بتذاكر. اه ده فيه الاسكن. اهم حاجة في الاسكن. الاريول او النبل. بعد كده الجلانديولار تيشو او البارين كايمة اللي هي الفصوص اللي بيحصلها درينيج. الليك تفرس بس. بعد كده الاسترومة. يا اما فايبرسترومة. يا اما فاتي استرومة. الفايبرسترومة هي الصوخ بين سوريديجا من صوكوبر. اللي هي الحواجز اللي بين الفصوص ومعضها. بتربط السكن بديه فاشة. وخلي بالك دي هستردمها بعد كده في الكلينيكا الاناتومة. اما الفاتي استرومة فده المين بلكة. هي دي اللي بتدي شكل البرست. هي اللي بتملع الفراغات اللي بين الفصوص ومعضها وبين التشوز وبعضها او بريست. بتبقى موجودة all over the بريست. except. except. بص العاية كده على الصورة. بص اللون الاصفر متوزعتين? متوزع هنا. متوزع هنا. ومتوزع هنا. متوزع هنا. متوزع بتاعة البريست. فيها فاتي تشو. نا عادة. النبل. حد شايف اصفر هنا ده كترة. and sub-areular area. حد شايف هنا صفار او فاتي تشو. رد عليه. مفيش فاتي تشو. الرسمة دي معبرة جدا. ان الدهون مشت في البريست كله all over the breast. except the nipple and the sub-areular area. it has no fat content. لكن معظمها هي اللي كتفرص بك بس عشان تفتح على النابل على طوال. الميم بلك يا دكتورة شروء يعني ده الكتلة الاساسية للبريستة مرة عندهون. زي كده ما قلنا من بتكون الميم بلك of the body. يعني الاسكيلة المصل او اللحن الاحمر اللي انتم بتدرسوه دلوقتي في الابا الليم وهتشوفوه بعد كده في اللور والقبض من وهكده. هي عاملة الكتلة الاساسية للجسد. فالفاتي ستروما او او اللي عامل الميم بلك of the breast. يعني شكل البريست كبير او زغير او مدور بطريقة معينة او بطريقة اخرى كل ده يعتمد على كمية الدهون اللي في البريست. تمام? ماشي يا دكتورة شروء? هعتبر انك قلت ماشي. طيب. ايه رأيكم لشانا نتكلم عن blood supply of the breast. انا مش عايز ارقي كتير. ومش عايز اعمل ennumerations كتير. بمنتهى البساطة بفكركم بالsoft cleavian artery. اللي بقسمه بعد كده عند الاوثر بوردر او الاخيري برب. الاكزيلاري او الانسناه. اكزيلاري او الانسناه. اكزيلاري او الانسناه. اكزيلاري او الانسناه. او الانسناه. او الانسناه. قلنا من فرست مارتك ان بيدي وان برانش. اسمه سوبيريو ثوراتيك ارتري. والثاند مارت كان بيدي برانشين. سوراكو اكروميان اندلاترال ثوراتيك. والثاند مارت كان بيدي صوب اسكابيولر. وكان بيدي انتيرو روبستيرو سيطاكريك في زيومر. صح ولا غلص? فاكرين او انا مش فاكرين? اه اعتبركم فاكرين. معنين. بص بقى كده على البريست ده. ده البلوت سابلاي بتاعه. اول بلوت سابلاي هتدرسوه بالتفصيل في الثورك. اسمه انترنال ثوراتيك ارتري. وفي بعض الكتب بيبقى اسمه انترنال ماماري ارتري. يبقى ذا انترنال ثوراتيك ارتري ايكولز بانترنال ماماري ارتري. ده عبارة عن ايه ده يا دكتور؟ ده ارتري بيبقى نازل كده من الفرست بارت وكسب كليديان ارتري. من الفرست بارت وكسب كليديان ارتري. هندرسوه بالتوركس ان شاء الله. بينزل بالمنزر ده مستخبي بهيند ذا رب سبب. وبيبقى نازل على جانبايل palsterna. ده يبقى نازل بهيند ذا رب سبب على جانبايل السرما موحه دي موحه دي في اه متشمال. يوم مطلع بناشاث بالمنزر دا تعمل برفوريشان للفشيات اللي موجودة هنا وتوصل للبريست يبقى أول blood supply of the breast the perfurating branches of the internal thoracic artery أو the internal mammary artery تاني برانش بيغذل بريست بالدم هو الثوراكو أكروميال أرثري الثوراكو أكروميال أرثري اللي كان بين اسم لبرانشات APCD فكانت ال-P pectoral region فكان حرف ال-P تييرا اللي قلنا الورق لو طارت أو مطارتش أو ال-P بتاعة الثوراكو أكروميال أرثري كان ال-Vectoral Branch فال-Vectoral Branch هينزل يغذل بريست برضه ثالث أرثري بيغذل بريست هو lateral thoracic artery lateral thoracic artery وده برانش من second part برضه في axillary artery ومطلع برانشات المنظر ده يروح يغذل بريست يتبقى لي آخر source of blood supply to the breast اللي هو posterior intercostal arteries الأرثري اللي تمشي بين الضلوع وبعدها and lateral thoracic artery branches ويجيدي lateral thoracic artery branches إنه ملوش فينز خاصة هو له فينز متسمية بنفس أثاني الأرثري فقال لك the venous drainage بيبقى through veins corresponding to the arteries يعني المنطقة دي هتعمل drainage internal thoracic vein أو internal memory vein المنطقة دي هتعمل drainage في البستير intercostal veins هنا هتعمل هنا هتعمل drainage يبقى هيغذي انتا coastal nervous من رقم 2 لرقم 6 بيجي له sensory nervous supply وبيجي له autonomic nervous supply علشان إفراز اللبن بعد كده عشان إفراز اللبن بعد كده طيب إي رأيوكو بقى الحد دلوقتي في أي مشاكل قبل ما أخش على الحتة الأخيرة والحتة اللي إن شاء الله هتبقى سهلة جداً بالطريقة اللي أنا أعملها لكم في أي مشاكل لحد دلوقتي لسه البريست عامل مشكلة وأزمة تمام دنيا كويس يعني الحمد لله دكتورة نوهان انتظري الصوت هيجي لك إن شاء الله أو نعمل 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 بنظهر المثاتيك برينيج أوف بريست يا دكتورة المثاتيك برينيج أوف بريست بنقسمه ل2 كاتيجوريز مليمين جداً أولاً عايزين بتفرق على حاجة أنت عندك تقسمتين كده في الكتاب بس ما أنتش عارف أقل قططهم ببعض صح فقالك أول حاجة خالص كنا نعشين في أمان الله وقلنا من البريست is drained by two groups of lymphatic superficial and deep جسمك كله يا دكتها طول ما أنا superficial أو بعمل drainage للاسكن بروح لgroups of lymph nodes اسمع superficial lymph nodes طول ما نديب يعني structures من جوة زي قدومنا organs أو thoracic organs بعمل drainage lymph nodes بتبقى groups اسمها deep lymph nodes فالبرست نفس الحكاية عنده سكين وعنده glandular tissue and stroma فالسكين بتاعت البريست بيصليها drainage by superficial groups of the lymph nodes أما الجزء الداخلي اللي هو البرين كايما والغدد والحاجات بتاعك الدريست اللي هو الجلان دي لا تشو بيتعملوا drainage by deep groups of lymph nodes ودايما المطار بيبقى عبارة عن superficial groups تروح تصب في deep groups والdeep groups وتروح تصب في الجروب في deep أكتر وأكتر لحد ما نوصل للفاينال destination بتاعنا اللي هو الرايط lymphatic duct أو thoracic duct دي قاعدة اللمثاتي درينيش في بسمنا كله فتح الجسم بتاعنا بيعمل درينيش في superficial lymph nodes تقوم السuperficial lymph nodes دي بعتها اللمث اللي هيجيلي من السuperficial structure للضبودي تقوم بعتالي deep lymph nodes تقوم deep lymph nodes دي بتجمعها في الآخر وتجيلي right lymphatic duct و thoracic duct أما بالنسبة للestructures الديب اللي بجسمي اللي هي عميقة أصمة من الأول فدي بتروح تعمل درينيش على طول في deep lymph nodes اللي بتجمع نفسها في الآخر برضه وتروح لل thoracic duct and right lymphatic duct سهلة كده سأل لك السuperficial lymph nodes of the breast متقسمة subcutaneous blyxous و subarial blyxous subcutaneous blyxous يعني تبقى بصيرة من اللمثاتيك والقواعية اللمثوية اللي موجودة تحت الجلدة على طول اللي موجودة تحت الجلدة على طول بتاع البرينيش فتعمل بالنمج للسكين of the breast وتقوم بعتال افرنس بتاعتها للأجزيلي lymph nodes يعني blymph nodes تمام اما النزمة للاريولة والسكين فدي بيبقى في بليكسوس تانية زغيرة تحتها بتسمع اسمها subarial بتعمل برضه drench للنبل والاريولة وبعدين النبل والاريولة لما تود اللمث ديها تقوم البليكسوس بعت اللمث بتاعها برضه لديب lymph nodes اللي هي الأجزيلي lymph nodes يعني انا المحفر الاساس في الاخر لازم يبقى مين الأجزيلي lymph nodes او deep groups of lymph nodes اللي اناعرف هي ايه دلوقتي تانية كل lymph nodes يا دكتورة شروق بيبقى ليها افرنت وليها افرنت صح بيبقى فيه lymph رايح لها ولنف خارج منها ماشا يا شباب بصوا معاين القاعدة العامة في جسمنا القاعدة العامة في جسمنا بتبقى كالآن superficial nodes ماشي الصوت هيرجع تاني ان شاء الله ما تليش وديب nodes القاعدة العامة بتاع الجسم فيه superficial nodes يعني غدد لنفاوية موجودة تحت الجلد على طول زي اللي انتو ممكن تحسوها في قابتكو كده الرقبة كده او تحت الماندبل بتاعك superficial groups of lymph nodes وفيه عندي deep groups of lymph nodes اللي تبقى ماشي مع deep veins of my body يعني ماشي مع الاوردة العميقة deep فالقاعدة العامة بتقول in superficial structure او نفكين superficial structure او نفكين يعني تبعث 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 لل لل superficial nodes يعني اللمف اللي جاي من الجلد اللمف اللي جاي من ال skin او من الجلد او من اللي موجودة superficial في جسمي بيقوم رايح لل superficial nodes بيبقى ده ال afferent بتاع superficial lymph nodes تقوم superficial lymph nodes دي تبعث efferent لديب lymph nodes بتاع ده كده يبقى انا ال barricion بتاعي بيبقى كده اي superficial structure في جسمي يبعث afferent لل superficial lymph nodes اللي موجودة في جسمي وتقوم superficial lymph nodes دي تبعث efferent لل deep lymph nodes اللي موجودة بجسمي ماذا يا شباب بتقوم ال deep lymph nodes دي تبعث ال efferent بتاعها ل more and more deep lymph nodes اكتر يعني تبعث ل other deep lymph nodes other deep other deep nodes علشان اتجمع في الاخر في الاخر واعمل ايه واعمل اللينف بتاعي اللي هو الراية لينف داكتر عن احي يعني مين والتراس داكتر عن احي الشمال في منها يبقى اي superficial structure او skin بيبعت ال efferent بتاعه لل superficial lymph nodes طبعا دا ال efferent بتاع superficial lymph nodes تبعث efferent deep lymph nodes ال deep lymph nodes دي تبعث efferent deep lymph nodes وهكذا لحد ماوصل للمين lymph trunk بتاعه اللي هو thoracic duct وright lymphatic duct طب لو كنت انا deep structure من الاول لو كنت انا deep structure يعني عضو جوه الجس او deep structure بتاع ال breast مثلا فاقوم هاودي efferent من الاول خالص قصدي هبعت اللينف بتاعي من الاول خالص ويه deep lymph nodes deep lymph nodes دي جنها efferent من superficial lymph nodes and from the structures العميقة في الجسم اهي وتقوم بعت ال efferent بتاعها فمنها كده اي رأيكم عشان خاطر يقول انكم فيمتوها بس عشان الموضوع مش مستهل اطول موضوع مستهل قوي بص اي حاجة superficial في جسم هقولها المرة الاخيرة هتبعت ال efferent بتاعها لل superficial lymph nodes هيبقى ده ال efferent of the superficial lymph nodes the superficial lymph nodes وال same the efferent to the deep lymph nodes والdeep lymph nodes تبعت للديب للديبر لحد ما نوصل للمين lymph trunks الاخر اللي هو صور راسك دكت ورايب لنفات دكت اما ال deep structures من الاول هتبعت لفين لل deep lymph nodes اللي هتبعت بعد كبه المور deep and deep خلويس خلويس ولا مش خلويس تعالوا نطبق الكلام ده على البرست تعالوا نطبق الكلام ده على مين على البرست مش انا لما قلت structure قلت في skin وفيه barrenkrima وفيه stroma الskin ده superficial والليد الskin يا دكترة superficial والليد superficial صح فيقوم باعت اللينف بتاعه لل superficial groups of lymph nodes انها متقسمة اتنين في البرست متقسمة ايه اتنين sub cutenials بليكسوس تاخد اللينف اللي جاي من الجلد كله معادة النيبل والاريولا و sub ariola بليكسوس تاخد اللينف اللي جاي من النبل والاريولا فهلا كده نرجع تاني البرزنتيشن اهو الskin بتاع البرست skin of the بريست بيبعت اللينف بتاعه لل sub aerيول البريكسوس اتفانا يبقى انا عندي هنا الskin بتاع البرزنتيشن كله معادة النيبل والاريولا هيبعت البريكسوس اسمها sub cutenials بليكسوس اما الskin بتاع النيبل والاريولا هيبعت لل sub aerيول البريكسوس الاتنين دول superficial اتفانا هتطلع منها الليمف يروح على الديب ليمفنود اللي هي الأجزلري ليمفنود بيس ولا مش بيس أكيد بيس أما بالنسبة للديب structure of the breast اللي هو البرين كريم يعني اللي طالع من الغدد من اللوب هتعمل محطة الأول في بليكسوس نسمع interlobular بليكسوس يعني فيه اليمفاتيكس موجودة بين الفصوص وبعضها اسمع interlobular بليكسوس دي ديب ليمفنود هتاخد الليمف اللي جاي من البارين كايمة أو من الغدد بتاعة البريس من اللوب صورة بريس قالك فيه بليكسوس ثانية اسمع ريترو مامري بليكسوس يعني ورا البريس ورا البريس على البكتورة ريجو وتقوم واخد الليمف اللي جاي من الانتر لوبولار بليكسوس عشان تبعتوا فين في الآخر برضو لمور ديب ان ديب ليمفنود اللي هي الأكزيناري ليمفنودز برضو أو الليمفنودز التانية اللي هنقولها دلوقتي اتفاقنا؟ أم لما اتفاق؟ أظن دلوقتي سجون الجلد يا دكتور كله بيروح لبليكسوس اسمعها سب كوتينيوس بليكسوس معادة الجلد التعالنبل والإيريولة بيروح لبليكسوس اسمعها سب إيريولة بليكسوس التوبليكسوس دول بيطلع منهم إيريولة بيروح لديب ليمفنودز أهمهم اللي هما البيكتور الريجي أو اللي هما الأكزيناري سوري ليمفنودز أما بالنسبة للغدد بتاعت البريست اللي هي الفصوص وبعضها الديب استراتشور بيبعت الليمف بتاعه للإيريولة بليكسوس ديب لكسوس موجودة بين اللوبس وبعضها وبيبعت برضه للريترو مامري بليكسوس ديب لكسوس موجودة فين؟ على البيكتور الريجي يعني ديب تو ذا بريست التو ديب جروبز دول على حسب المكان بتاعهم في البريست هيبعتوا الليمفت بتاعهم هيطلع منهم إفرنت اللي مور ديب عند ديب جروب خلاص اي دا كاترة ولا ايه؟ انا رفض اتقطع عرفنا ايه الفرع بين السوبرفيشيال والديب؟ أدكتور أدكتور منك ليه؟ أدكتور منك ليها؟ أدكتور منك لوه؟ فهمنا عنية سوبرفيشيال جروب وديب جروب؟ حلو او دي اول تأسيمة اول تأسيمة قالك دي خطة الليمف بتاع البريست انا فهمت من التأسيمة دي فهمت يا دكتور ان من الاخر بيبقى فيه ديب جروب بتستقبل الليمف اللي جاي من البريست كله سواء سوبرفيشيال او دي صح؟ على حسب الرسمة اللي حضرتك رسمتها لنا دي يبقى انا عندي ديب جروبز أوف ليمف نودز في الاخر نهائية بتجيب الليمف اللي جاي من السوبرفيشيال استراكتشور ومن الديب استراكتشور والتفاقين معي في بقطة دي او لا لا ها والتفاقين او لا لا حل الديب جروبز الاخرانية اللي هتاخد بقى الليمف اللي جاي من الكل البليكسوس اللي قدامك دي علشان يبقى الموضوع سهل وبسيط فور كلينيكال بيربوسل قاموا مقسمين البريست الاربعة تربعة بالمنظر دي دي رأيكم قسموا البريست الاربعة كوادران اربعة تربعة كاينك قسمت البرتقانة بتاعتك اللي قلت بتاكلها من شوية اربعة تربعة سوبيروميديا الربعة انفروميديا الربعة سوبيرولاترا الربعة انفرولاترا الربعة والنبل والاريولا لوحدهم والأجزيلاريتين لوحدهم لبقى انا كده قسمت البريست الكم نقطة اربعة تربعة جائد الاربع جائد النابل والاريولا افتهنا كده ولا صعبة ليه قسمتها كده علشان اقولك ان المصير النهائي للنبل المصير النهائي للنبل اللي طالع من الاربع دي سواء كان سكين او بارينكايمة هيصد في الاخر ان اصرتن لينث نودز جروب اللي هي بتبقى جيب تمام ايه بقى المصير النهائي للنبل اللي بيسبس هي الاربع دول بص بقى على رأسنا اللذيذة دي ابتكار من غير ما عدرغي واروس بص الابتكار ده بالنسبة للميديا يعني الربع الفؤاني الاترال والربع التحتاني الاترال مع الاريولا الاريولا مع الاريولا زي ما تشايفين كده هيروح يصده في البيكترال لينث نودز يعني الانتير والجروبه في اكزيلاري لينث نودز يعني الاسكين السمارفيشي اللي هيصد في الساب كوتينيس بيليكسس والنبل والاريولا هيصده في الساب ايريول البيليكسس يطلع ايفرنت من الساب كوتينيس بيليكسس ومن الساب ايريول بيليكسس تصده فين في البيكترال لينث نودز كده ربطنا التاسمتين ببعض وخناهم ولا لا يا شباب ربطتوا التاسمتين ببعض هيا'. محب يرد علي إيه يجماعتكم؟ انا اول ما عملت بريكة واقعناتاني احنا مش كنا متىقضين ان في الساب ميركسس وافي بيليكسس؟ ولا لا؟ يا دا كثرة مش كنا متىقضين ان فيساب اي Singapore وميركسؤس palli الساب ميركسس دي تعمل firing l iair للسكن ذي صح كده? ويجيب بليكسوس بيعملوا دريمج لإيه؟ للبارنكرايما صح والله غلط؟ يعني إيه بارنكرايما؟ يعني الغدد المصير النهائي للبارنكرايما بتاعة الربعين دول أو للجلد بتاع الربعين دول وبتاع النيبل والإليو راح يروح يصبه في البيكترال أجزيلر الينفنول هنرجع للراسنا دي تاني يا شباب يا أولاد أنا مش قلت السوبرفيشل هيروح يصب في البليكسوس السوبرفيشل والديب هيروح يصب في البليكسوس في الديب وفي الآخر كله هيروح يصب في ديب لمفنولز تانية علشان أتجمع في الآخر في النيل لمفترانكس النقر في راسك على يميل عالشمال سوري ورايت لمفاتك ضكة على يميل قلت كده ولا ما قولكش صح ولا إيه؟ ايه الرسمة دي ملخصة ان الجلد بتاع المنطقة دي هيروح للساب كوتينيوس بالكسوس بتاع المنطقة دي بالеди السوبرفيشل ولا مس سوبرفيشل سوبرفيشل والنيبل والآريولة بالنابل الاتنين اللي هما يصبوا في الفيكترا لينفنود. والتفاقين ولاشو التفاقين. ده بالنسبة للسكين والنيبل والاريون. اما بالنسبة للبارنكايمة اللي هي الغدد بتاعة البريست اللي في المنطقة دي. هتروح تصب في الريترو مامري آآ لينفنود. وهتروح تصب في الجروب التاني اللي احنا وانا في الانتر لوبولر ومن الانتر لوبولر والريترو مامري هرفين برضو في الاخر للبكترا الجروب وفي الانفنود. سهلة كده ولا صعبة? اظن سهلة بقى. انا ليه بقول التفصيلة ديه ده كاترة? عشان انت كلكم بتقوموا سأليني. يا دكتور ازاي فيه سوبرفيشيا الجروب? وفيه ديب جروب? وفجأة كده يقوم احنا لنا ان الحبتة دي راح للبكترا الجروب. طيب احنا كده فهمنا التاسيمة ولا لا. البكترا الجروب دي ده الفاينال بتاع اللينف اللي جاي من البريست. يعني بتاع الحتة دي. طب هتروح تصب فين? تكريني اجزيلا ولنسناها? هتروح تصب في الصينترال. صح? طب والسنترال هتروح تصب فين؟ في الايبكل. طب والايبكل هتروح تصب فين? في الصاركليزيا لينف ترانك فوقه خالف. صح والغلق. سهمنا يعني ايه اللينف بيبقى ماشي من لينف نود يا لينف نود اكبر لا اكبر لا اكبر? طب متردوش ليه? مفيش الامهاء وتسامل لرب. مالجاين تمام? انا مش عارفه ما ليه حطولكو اصلا التاسمتين في الكتاب بصراحة. التاسمتين كانوا ملغبطينكو. بس دلوقتي بيتساعلها صح? ممكن بقى بعد اذنوكو ننسى كل البريكسوس اللي هي السوبرفيشيال ودي بدي. ونعرف ان المبدأ بتاعنا ان السوبرفيشيال ايوة يا جماعة دي في الاكزلة. موجودة في الاكزلة يعني مش مش تحت الجلد مش طبكو تاني يا سياعني. اردت شباب? حلو. خدوا نصيحة مني زغيرة كده. ان احنا عارفنا المبدأ بتاع الليمف. ان السوبرفيشيال بيروحوا صوبة في الديب. يعني سكين بيروحوا صوبة في السوبرفيشيال بالاكزلة. والجي والبارنكايمة او الغدد اللي جوه بتروحوا صوبة ديب بالاكزلة. اتفقنا عايشكوا تعرفوا المبدأ ده بس. لكن ما تنسوش الرسمة اللي قدامكم دي. الرسمة اللي قدامكم دي اهم من اللي فاد ده كله. انا ما يهمينيش ساب اريول البريكسوس. ساب كوتينيس بليكسوس. ريترو ماماري بليكسوس. ما يهمينيش كل ده. كل ده ما يهمينيش. عافين اي ما يهميني? ان كل ربع من البريفت رايح يصوبه في الاخر وخلاص. هي دي من تيجي في الاسئلة. يبقى الاترال سايد او في بريست مع النيبل والاريو هيروح يصوبه فين? في البيكترال جروب اوف لينف نود. اما الميديال سايد او في بريست هيروح يصوبه في البارا سترنال لينف نود. المناسبة. البارا سترنال لينف نود دي بتبقى ماشية مع الانترنال سوراسيك بيسيز اللي انا كنت لسه شريحها في البلاص قبل لينف نود. وانتلكوا هتاخدوها في الثورة. ممكن اطلق عليها انترنال سوراسيك لينف نود او انترنال ماماري لينف نود او بارا سترنال لينف نود. التلاتة نفس المعنى. انترنال ماماري لينف نود تساوي بارا سترنال لينف نود تساوي انترنال لينفنوز. دي في السوركس من جوه. يبقى دي بقى كيف. صحة دكتورة شروك? حلو. يبقى الانترنال او او باراسترنال. اما الانفروميديال بار يعني الجزء التحتاني لنحية الابدومين. نحية البطن. هيروش يصب في الصد الفراجماتيك لينفنوز. الصد الفراجماتيك لينفنوز. وفي اللينفنوز اللي موجودة في اللي هو الغلاف اللي مغلف عضلة البطن. اللي عامنا زي الشوكالاتة دي اللي متقسمة. اللي هي الريكتور في ابدومين اصباح. يعني اللينفنوز اللي نزل من الانفروميديال سايد او زا بريفت. هتنزل على الابدو من تحت. هتروح للينفنوز اللي موجودة تحت الحجاب الحاجز. صد الفراجماتيك لينفنوز. خلي بالك بقى من السهم الرايح جاي ده. ايه رأيكم في السهم الرايح جاي ده? مبتكر صح. السهم الرايح جاي ده معناه ان اللينفنوز اللي جايه من فهيش بتروح للبرست او تنزل تحت عم صد الفراجماتيك بس في شوية لينفاتيكس عاملة كونيكشن بين التوب بريست ومعض. وهو ما فيش فايبرس كافسول بقى براحتي بقى. فاللينف اللي هنا ممكن يروح للبرست التاني. واني هنا يجي للبرست ده وها كزا. ودي لها كلينكا هنخليها على جنب دلوقتي. طب ايه رأيكم بقى? ايه رأيكم? في او 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 يعني انا جده قلت جاي كده وميديا جاي كده. ايه رأيكم في الحتتين اللي فوق دول? حتتين اللي فوق دوله هيروفل من من وضعهم? انا فوق هروح على على طول. يعني مش هروح اصبه في اللي هتصبه في ومعين تصبه في لا. لا ده انا فوق هروح على الخط لزه. ماشي? اخر حاجة في الرسمة الاكزيلا ريتيل. الاكزيلا ريتيل ده الوحيد اللي عمل بيرسنج. ايه ده كاترة? اللي عمل بيرسنج للديب فاشي. نعتذر عن هذا العطلة مرة اخرى. انا اوالح كده ان انا ربي نستر او كامل المحاضرة قصة. الاكزيلا ريتيل او زي بريست. هو ده الجدء اللي عمل بيرسنج للديب فاشي. صح? وبقى موجود في الاكزيلا. فبقى اقرب يعني بقى اقرب. كمان كده? نراجع تاني بسرعة يا شباب. ايه رأيكم? ترسموا رسمة زي الرسمة اللي قدامكم دي. وتخطوها عندكم في الكتاب. عشان رسمة اللي عندكم الكتاب صغيرة شوية. الرسمة دي واضحة طح. قبل فينا شي كده. حوالا هو انا بصوت يرجع لكم تاني ولا لا? انا كثرة. فاق كويس الحمد لله. اه 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 معلش لو في حد ودانه جات فيه كحة جامد او حاجة. بصراح حاولت حاولت اقسل قبل ما كحة بصراحة يا بصراحة يا بصراحة. بصراحة يا شباب? يبقى من. ومنساش ان فيه كونيكشن بين التوب ريستز ومعك. اما من الابر بارتو زابريستا. اروح للأجزلة ريتيل منفاردا. انا الوحيد اللي هروح وراء. يصبز كبيولار جروب مكة. وصوا كده الر NASMA دي. اه اه. شايفين الاس team دي. اه 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 هaye الاس ثم دي هتسهلكو اكتر. العاس ثم دي ايه? هتسهلكو اكتر. ادي اللينف بيمشي كده وكده وكده. فمعدين يوصل للبيكترال. البيكترال تروح للسنترال. السنترال تروح للإبكترال and so on. اما من النحية دي هروح للانترنال او البرسترنال وهقوم راح للبريست التاني برضو. تمام? اما من النحية دي هنزل على الصد يعني هنزل على الابدومين. ولو انا فوق هروح على طول على الإبكترال. اما لو انا اجزينا ريتين هروح للطبس كابلة. ترى? قال لك بقى ايه اكتر لنف نود من خلال اللي انت شايفه ده? خدت لنف من البرست. what is the most group of لنف نود من اللي انا قلتهم دول كلهم خدوا لنف من البرست. هل الانترنال في راسك? هل الصد يا فراجماتيك? ولا اه البكترال انا معاك يا حساب. طبعا البكترال. يعني اقدر اقولي الاجزيلاري كلها طح كده? ما البكترال دي جروب من الاجزيلاري. فقسموه لكم في الكتاب تأسيمة عملته لكم بشكل ظريف كده. ايه رأيكم? نتيجة الانتخابات. بص بقى. قال لك خمسة وسبعين في المية. يعني ثلاث اربع اللينف اللي طلع من البرست. يروح الاجزيلاري لينف نود. وخصوصا البكترال والابكترال. فعلا نحسبها كده مع بعض. البكترال واخد اللص اليمين ده كله صح? اللاترال. والابكترال واخد اللص الفواني كله. اما بقيت البرست دي رأي انترنال في راسك وينزل الابدومن. واللي طلع من التيل بس بيروح الى الصاليس كابولا. يبقى مين واخد نصيب الاسد من كل اللينف نود بيخدتها الاجزيلاري في سطة عامة. خمسة وسبعين في المية من اللينف بتاع درست بيروح للاجزيلاري لينف نود. خصوصا البكترال والابكترال. وعشرين في المية اللي هما ميديل بيروح للانترنال في راسك او البرسترنال. وخمسة في المية بس. نسبة اكاد لا تذكر. بتروح البوستيريلار انتركوستل ايه? ليمف نود. بوستيريور انتركوستل ايه? ليمف نود. يبقى خمسة وسبعين في المية من اللينف بتاع البريست بيروح فيين? يروح الاجزيلاري على طول. يروح فيين على الاجزيلاري. يبدأ لي بس الشوية اللي هنا دول اللي هيروحوا بورا تذيورنت. والشوية اللي ورا اللي هيروح للبوستيرو requested. ايش يا شباب حلو ابلايد اناتومي ابلايد اناتومي المربع الورنج اللي عندكم في الكتاب اللي مؤكو على دماغكم ده ومنطقة البساطة افتكر معايا دكتور البرست لو كابسول ولا ملوش كابسول يلا يشور نو البرست لو فايبرس كابسول ولا ملوش فايبرس كابسول ملوش فايبرس كابسول حلو في connection من البرست دي مين والشمال بايلنفات الكونيكشن ولا مفيش في connection بين البرست باللمفات الكونيكشن ولا مفيش في انا عايز اجاباتي باينو بيجاووش لينامو ولا واو او مني ولا او في connection ماشي او عايز تقوليني ايه تاني يا دكتور الفايبرس كتوضفته ايه يفصل الحصوص بينها وبين بعضها صح ويوصل ايه بايه يوصل ال skin بتجيب fashion اللي ايه دكتور ال fashion صح والله غلط صح يا دكتور انا هرد على رفك باي او التلات معلومات اللي انا قلتهم دول هما العضواج عناتهم يكل زمين بيروح لاني جروبز اجزلري ولا اجزلري ولا دعسراجماتيك ولا ايه ها الخمسة صلقين في الماكن وراحين في ايه كي وراحين اجزلري براضر طب معنى ان البرست بيود اليمفنوت في الاجزل وليمفنوت في الابدومن وليمفز للبرست التاني مش معناه ما ده ممكن نعمل انتشار للمرض بين كل الاماكن دي اه بص بقى يا دكتور اول حاجة الفايبرس تشو بتاع البرست ماشي ازاي امسك البرتوانة كده وخليها ببصنا هتلاقي الفايبرس تشو ماشي ازاي انتروبوستيريو صح؟ ماشي انتروبوستيريو زي الرسم اللي شفناه فقال لك ما اجي اعمل بريست انسجان لما اجي افتح فتح جراحي في البرست علشان مثلا افتح ابسس يعني افتح خراج وفرض الصليد اللي فيه مثلا او اعمل عملية معينة في البرست المفروض افتحه ازاي افتحه ريديا الانسجن يعني ايه ريديا الانسجن دي؟ اعتبر ان النابل والاريولا دي قرص الشمس اللي انت كنت بتلسمه انت اضغير او نعتبر ليه ما تيجي نرسم قرص شمس مش معنا اضغرين كنا بنرسم الشمس عاملة كده وكنا بنرسم الشعاع اللي طالع من الشمس عامل كده؟ ها؟ صحوا لما كنتش بتلسمه انت صغارين انت يا وادي انت هو كنت بتلسمه شمس انت صغارين ولا كنتش بتلسموها يعني كنا بنرسم قرص الشمس وكنا بنرسم رادياشنز من قرص الشمس رادياشنز يعني شعاع الشمس كان بيراديات من الشمس كده فقالك ان الانستيجن لازم يبقى رادياشن لازم يبقى راديال بالمنظر ده لي يا دكتور علشان لو قطعت داير ما يدور كده هتلاقيني بقطع في اللي اكتفرس ده القرارات اللبانية اللي هي ماشية من كل فاص وخوه وهتلاقيني بقطع الساسبين سوريليجامل صح؟ مش انا لسه واخد دالي ان الفصوص بتاعة البريست متوزعة داير ما يدور كده حاولين الاريول او النبل صح يا داكاترة وكانت الحواجز بينها وبين بعضها كده زي الشعاع اللي طالع من كرص الشمس كده فانا لما اقطع قطع كده ممكن اقطع مثلا غدة ولا حاجة مش مشكلة لكن لما اقطع سيركولار يبقى انت هتقطع ايه داير ما يدور كده هتقطع اللي تفرس بكت اللي جاية تتجمع كلها عشان تفتح في النبل يبقى لازم الانسجن يبقى ايه حلوة دي صح؟ فهمنا عن ايه راديا الانسجن؟ فهمنا عن ايه راديا الانسجن؟ انا ما عادش انسان تاني ما عادش برد علي ربنا خليك يا مهاء انت وحسام انت وإمان انت وثانما انت ودينة انت ومين كمان؟ انت وشروق شروق راحت فين معانش بترد زيقت منينا ولا ايه؟ يا شروق كويس كمان اه يعني زيقتي يعني ولا ايه؟ اه 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 احسر بريست دا الكنسر بريست دا الكنسر بريست ممكن يمتد للبريست التاني علشان معلومة اللي انا قلتها لكم there is no capsule for the breast and there is lymphatic connections between both the breast ودي معلومة عديمة يا دكتور هاد غيرها ممكن يمتد الى الابدومنى الأورجن زي الليفر مثلا الكابل لانه رايح انفروميديا لي كان بيروح يصد بفين كان بيروح خلاص يا ولاد TiE Data انا جيت انا جيت أنا جيت انا جيت متقلووش مش هسبكن لما المحاضرة تخفض tiE Data عداء النجاح بيعملوها معايا مش معنى انتو يعني مش لازم كل مرة كده ولا كل كم محاضرة تي ايدي تتقولي انا موجود اه ما انا عملت بس زي ما بقولك مش انا اللي بعمل ريجوين مين اللي بيعمل لي ريجوين الموقع هو اللي بيعمل لي ريجوين انا ميش دعوه انا ببعيد منتظر الريجوين بس خلاص اذا كترة كنا بنقول ان البرست بينزل لينف نوز للابدومن بيروح للصاب ده فممكن الكنسر يوصل لقدر الله للابدومن والبلبك اورجنز كمان خلينا في المهم بقى دكتور اللي احنا مش فاهمينه بقى ايه يعني ان الكنسر ينتشر ما احنا عارفين ما احنا عارفين ما احنا عارفين احنا عارفين الكلام بقى الغريب اللي بعد كده ما هي علامات الكنسر بريست للأسف اول علامة ممكن تلاقيها في الكنسر بريست انك تلاقي بريست ماس تلاقي كل كيعة في البرست تمام فالأي حد بيعمل سلف اجزامينيشها لنفسه من اخواتنا الفيميل اول ما يلاقوا ماس في البرست لازم يجروا على الدكتور عشان يتطمنوا الماس دي حميدة ولا خبيثة لقدر الله يبقى اهم حاجة في الكنسر بريست هو السلف اجزامينيشن كل في ميل من وقت للتاني تعمل اجزامينيشن لنفسها وتتطمن ان البريست بتاعها مفهوش اي كتل غريبة او اي ماسز او كلاكية غريبة خلوا بالكو بقى فاكرين السفينسوري ليجامينت اوف كوبر ولا مش فاكرين الحاج كوبر فاكرين الحاج كوبر ولا مش فاكرينه فاكرين الحاج كوبر فاكرينه حلو قالك ان في سفينسوري ليجامينت كانت فاصلة الفصوص عن بعضها صح كان الثاثبين سيليجا من تدقى دكتور بهاء بيوصل الجلد بالبكتور الفاشية تمام؟ حل ولو طول معين حل حل تخيل معايا بقى ده الحدل اللي رابط الجلد بالديف فاشية ده قصر يعني حصله انفلتريشن بالكانسر اقدر الله يعني جات له اصابة بالكانسر فخلايا الكانسر حواطت عليه وقامت مخلايا يحصل له يعني يقصر يكيش مين اسهل انه يتشد الديف فاشية هي اللي تتشد نحية السكن ولا السكن هو اللي يتشد نحية الديف فاشية انهون اسهل السكن هو اللي يتشد نحية الديف فاشية ده جلد مش طاف من برين طيب هيتشد كله ولا هيتشد من الحتة اللي ماسك فيها الليجامنت هيتشد من الحتة اللي ماسك فيها الليجامنت صح هتلاقي الجلد حصل فيه نقر هتلاقي الجلد حصل فيه ايه نقر شايفين النقر دي شايفين النقر دي يا ولادة اللي مش شايفينها صورة ظهرت طبعا مرضيتش اجيب صورة حقيقية لان الشكل بيبواش قوي يعني بعد الشر علينا كلنا النقر الزغيرة دي بسبب ان كل نقرة من دول كانت متوصلة بستزبين سوريليجامنت من جوة لما استزبين سوريليجامنت قصر وشد على الحتة دي من الجلد قام عامل النقرة دي فبقت المنطقة بتاعة البريست هنرجع للبرتقانة تاني بس قبل ما اتقشروها مش البرتقانة بيبقى الجلد بتاعة فيه حفر حفر صغيرة كده حفر 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 كده فبتوقع لعناتهم من رايقين قالك يا ده الجلد بتاعة البريست لما يتشد عليه بالليجامنت ويتبقى صيارة بيحصل فيه ديمبلينج ديمبلينج يعني نقر بالمنظر ده فبيبقى كأنه عامل زي قشرة البرتقانة قشرة البرتقانة بالفرنساوي يعني بودورانج قشرة البرتقالة قدي بودورانج يعني ايه بقى البودورانج يا ده كثرة It is the dimpling It is the dimpling of the skin يعني النقر اللي موجودة في السكن نتيجة الشورتنينج of the suspensory ligament ام شادد على الجلد في الاماكن اللي هو ماسك فيها وشد الجلد الورا فأنا عامل بودورانج ديمبلينج of the skin فبفرد الشادة دي حصلت في منطقة النبل هيحصل ايه للنبل هيحصل لها ريتراكشن تنقلب لجوه شايف الصورة دي كده يحصل لها ريتراكشن تنقلب الى الداخل فبنسميها نيبل ريتراكشن بسبب نفسك السبب due to the same cause ان الفيبر استيشو بيأثر وبيشرينك وبيشد على النبل اللي جوه بس يحضرني هنا معلومة مهمة جدا برضو عشان تفيدوا قريبكو وعلشان اخواتنا الفيميلز اللي هيسمعوا المخاضرة دي في اي مكان عايز اطمنهم من في فرق بين النيبل ريتراكشن والنيبل انفيرجن عايز اعرفهم من في فرق بين النيبل ريتراكشن والنيبل انفيرجن يعني ايه يعني ياولاد فيكون جينة الانومالي بتحصل بعض اخواتنا الفيميل بيبقى عندهم النيبل دخلة جوه بيبقى عندهم النيبل ايه دخلة جوه ما هياش برزة للخارج بس لو هي حاولت انها تطلع النيبل دي بتطلع عاد يبقى معناها ان ما فيش فايبر استيشوش هادد عليها جوه عشان مش اي بنت تسمع المخاضرة او تقرأ المخاضرة او تسمعها في اي مكان يقولك يا لهوي دي انا عندي النيبل دخلة جوه يبقى انا عندي كانسر بعد الشر لا بعد الشر عليكي ما عنديكيش كانسر ولا حاجة الحالة اللي عندك دي اسمها النيبل يعني النيبل دخلة جوه البريس لكن تقدر تطلع عادي خالص لو حد تطلعها ماني ولا هتطلع اما النيبل ريتراكشن بتاعت الكانسر فدي مشدود عليها جوه بفايبر استيشو الدكتور ييجي حاول يطلعها مانتطلعش فدي هي اللي علاماتها وحشة ريتراكشن او ذا نيبل نيبل ريتراكشن حلو طب في علامات اي تاني فاكرين الحج ريترومامريس بيس والانسينات فاكرين الحج ريترومامريس بيس والانسينات فكان وظيفته ايه؟ ما هي وظيفة الريترومامريس بيس؟ لقد كانت وظيفته انه سبيس تي لوز لوز ايرولار تيشو يعمل برافو يا دكتور ايمان ودكتور شروق ودكتور بهاء هيلحقك وهو يكتب وراكو يعمل فري موبيليتي فتخيل معايا ان اللوز تيشو اللي موجود في الريترومامريس بيس ده بعض الشر اتملا كانسر سيلز وبعفايبر استيشو البرست هيلزق على البكتوري ريجون ولا مش هيلزق على البكتوري ريجون ايه رأيكم هيلزق دي هيلزق على البكتوري ريجون يعني يحصل له حاجة اسمها بريست فكسيشن بريست فكسيشن ييجي الدكتور وهو بيكشف يحاول يعمل موفمينت في بريست يلاقي البرست فكسد عالصرات كول ولا بيروح يمين ولا شمان يبقى معناها انه حصل انفلترائشن بعد الشرح السنين كلهم تمام لا انا مش بنفعل ده انا مندمي ده اندماج يا اولاد اندماج حلو يعني ايه بقى كلمة مستيكتومي ويعني ايه راديكال مستيكتومي セリف الفرق كلمة مستيكتومي معناها ان انا بعمل ريموفل للبرست بس كلمة مستيكتومي معناها انها بعمل ايه ريموفل للبرست بس بستfeedصل للبرست لو فيه مثلا حاجة معينة مش خبيثة بستinder Racing cry أو بارشيا مستيكتومي يعني بستحصل جزء من البرست بعض الناس اللي بيعملوا عمليات تخصيص فيقونوا عنين حاجة عامة Partial Mastectomy أو Breast Reduction إن أنا أعمل استقصال لجزء من البرست لو هعمل استقصال للبرست كله هسميها Mastectomy أما كلمة Radical Radical Mastectomy يعني استقصال جذري للبرست استقصال جذري والكلمة معدرة جدا استقصال جذري معناها إيه معناها إن أنا بشيل البرست بالجذر بتاعه يعني بالRetro Memories Fees بالبكتوراليس ميجور مصل كمان وبكل النفلوز اللي موجودة في الأجزلة لازم أعمل الكلام ده آه صح كده بشيله بجزوره بسرطاته بكله يعني في في رواية أخرى أن أنا بشيله كله بحذفيره يعني علشان لقدر الله لو كان كانسر باضطر أعمل الRatical Mastectomy ده علشان أخلص المنطقة دي كلها من أي كانسر سيزري ممكن تبقى موجودة ومش بس كده ده بعد العملية أو قبلها كمان بيبقى العيانة ماشي على كيمو سيربي كماوي وإشعاع وكده لأن بيبقى طبعا زي ما أنتوا عارفين أكيد اللينفل بيبقى وصل للبرست التاني حاجة بيبقى ودى للأبد من حاجة فمش بيبقى مجرد الاستقصال والإعراج لا بيبقى كمان في علاج كماوي وإشعاع بعد الشرع علينا كلنا علشان كده أهم حاجة في البريست كانسر Early Detection Early Detection إن أنا أشخصه بدري بدري علشان كده منطقة البساطة كل في ميل وخصوصا لو في ميل معرضة للحاجات دي يعني السن المناسب للكانسر يعني مثلا السن الكبير شوية لو كان عندها حد في قريبها لقدر الله جاله لنوع ده من الكنسر قبل كده أو لو كان عندها حد في قريبها جاله أي نوع من أنواع الكنسر من وقت للتاني تعمل نفسها Sales Examination وتتطمن إن البريست كله صوفت تيشو مفهوش أي ماسز ولا أي كتل غريبة Clinical Case كالعادة هسيبكوا دقيقة تقروا ال Clinical Case دي دقيقة تقروا ال Clinical Case دي وهقفل فيها الصوت بعد إذنكم ماشي يا شباب هتقروا ولا مش هتقروا اقرأ يا دكتور انت وهو ال Clinical Case دي وهرجع لكم تاني إن شاء الله أنا جيت يا دكاترة أنا جيت نورت البيت هاي الأخبار قرينا الكيس قريناها نقرأها تاني مع بعض قال لك قال لك أربعين year old woman فلت أماس ديورينج سلسي مش لسه بقول لك أهم حاجة إن الست من وقت اللي بتاني تقامل سلسي اجزاميشن قال لك وهي بتختبر نفسها وبتشوف البريست بتاعها لقت ماس لقت كتلة أو كوكيعة في البريست بتاعها قامت راحة للدكتور بتاعها الفيزيشن ديكتب ذا ماس يعني لقى هو كمان الماس ولقاها موجودة بالتحديد في اللوة lateral part of the left بريست يعني لقاها تحت ولاترال لقاها فين تحت ولاترال قام طالب مامو جرام كلمة مامو جرام معناها أشعة على البريست مامو جرام معناها تصوير أشعة على البريست وخد كمان عينة من الماس دي ويفسي يعني سحب عينة عشان يحللها ولما حللها لقاها cancer بريست فلما لقاها cancer بريست قام قال لك هنعمل مستكتومي على طول ملقاش حل surgical removal of the breast تمام حلو إيه الأسئلة بتاعتنا which group of auxiliary length node directly receive the length from the mouth تتوقعوا مين حسان قال بكتور ماشي مين يزود بكتورال مين يزود عبدو قال بكتورال برافو مين يزود البنات ما لهمش رأي خالص الماس كانت في lateral part of the breast من تحت افتكر الصورة يا دكتور lateral part of the breast من تحت كان رحلة كان رحلة بكتورال لفنود برافو عليكم برافو طب لو كان قال في upper part of the breast كانت تبقى مين لو كان قال في كتتبقى الابيكال طب لو كان قال في الميديا part of the breast كتتبقى مين البر external برافو عليكم برافو عليكم يبقى السؤال هنا which group of اجزاء lymph nodes receives the lymph from the mass والله يا دكتور الماس موجودة في lower lateral part of the breast يبقى تروح لل left pectoral lymph nodes left pectoral صعر ما هو left breast يبقى تروح بين left pectoral lymph nodes name a change that occurs in the skin of the breast in case of cancer breast and explain the cause of this change ال skin change اللي احنا اتكلمنا عليه اسمه ايه اسمه ايه ايوه نقر اسمه ايه pudorange هو عايزك تقول كده dimpling of the skin بين قصين pudorange سببه infiltration of the suspensory ligaments by cancer cells فتقوم عاملة shortening of these ligaments فتعمل dimpling in the skin برافو عليكم mention the other signs of breast cancer ايه signs التانية بتاعت breast cancer عندي two signs تانية مهمين اللي هما مين infixation بسبب infiltration of the retro memory space وفي حاجة تانية retraction of the nipple بسبب infiltration برضو of the suspensory ligaments برافو عليكم شطار 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 name a nerve انا خدتها قبل كده vulnerable to injury during mastectomy operation وحتى قلتها للشباب اللي حضروا معاه section الدكتور عمال ينضف في الأجزلة عمال يشيل الأجزلة ريلي في نوتز كلها ايه النيرف اللي معرض انه يتقطع لا لا مش البيكتور بيكتور الايه retraction ايه الصوت ايه انا بس ادت سؤال تاني السؤال يا دكاتر السؤال name a nerve 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 vulnerable to injury during mastectomy operation long thoracic nerve براو عليكم فاكرين لما قلنا ان long thoracic nerve ماشي على السريتة anterior يعني انا ممكن نفس الكيس دي اعمل لها سيناريو تاني اقول لك ايه بقى اقول لك بعد ما عملت العيانة دي الماستيكتومي وانا جبتلك الكيس دي قبل كده قامت العيانة بعد العملية اشتكت للدكتور وقالت له خلي بالك يا دكتور انا ما بعرفش اميدي ايه دي افتح اكرة الباب زي ايه الاول فاكرين الكيس دي ولا انصناها فاكرين فتحة اكرة الباب مش عارفة اميدي ايه دي افتح اكرة الباب زي الاول وفي نفس الوقت عندي حتة برزة من الاسكابيولة بتاعتي من ضهري من وراء وقوم جايبلك برضو ايه اللي الفنودز اللي اتعملت طب تتوقع ايه اللي حصل في العملية تقولي اللونجوثوراسيك نيرف اتقطع طب الديفورميتي دي اسمها ايه اسمها وينجينج اوزا اسكابيولة ايه رأيكم اخر سؤال name for arthritis supplying the breast ايه اسم الاربع شرين اللي احنا قلناهم اللي بيغزوا ال breast اكتبوا بقى مين ومين 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 ها حسام كاتب هيروغليف حرف الح بي بيكتورال ماشي بيكتورال branch وثراكو acromial artery بتقوليش بيكتورال artery وتسكن ومين كمان يعني لو قلت ثراكو acromial artery بس تبقى فح كذبت بيكتورال تقولي بيكتورال branch وثراكو acromial artery يا الله مين زود مين زود lateral thoracic artery مفيش الاحسام اللي بيزود ماشي فعلك يا حسن ها مين زود مش فاكرين ال internal thoracic يا جماعة برافو يا دكتور دينا هتأمن على لسانك اهو طب واللي ورا اللي هم بين الدلوع وبعضها posterior intercostal artery ازا انا قلتها ايه يبقى نقولهم تاني مع بعض internal thoracic artery medially pectoral branch of thoracu acromial artery superiorly posterior intercostal artery من ورا and lateral thoracic artery laterally ايه رأيوكو ادي الكيس اللي بتيجي في امتحان الفاينس يا مشكلة يعني لو مذاكرين كويس هنتعب في ان احنا نجاود انتو اللي جاودتو كيس لوحدكو عارفت لا نمولتش حاجة كانت مجرد application of knowledge اللي احنا خدناها في المحاضرة لا الفاينل مفيش كيس بتيجي في الميديير يا بهاء الكيس بتيجي في الفاينل بس ولو جات في الميديير هتبقى mcq يعني يقولك مثلا لو كانت واحدة ستة عندها ماس في اللateral side of the breast من تحت هيبقى ايه الليمفنودز اللي بتعمل لها drainage ويكتب لك بقى بيكترال ولا صبسكابل ولا ابيكال كده في انت قصدي طيب الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية المحاضرة ويريد يكون البرست مادة سهلة واي كيس ستيجي عليها بعد كده هندوس فيها ونحلها ان شاء الله واتمنى ان يكون الموضوع ظريف يلا يا محاضرة وصيارة مش زي المحاضرات الطويلة التانية بس ابس ماشي حسام تسلم ماشي حسام مفيش مشكلة خالص هافل بس بالتسجيل كده دا كترة اه اه موضوع افي او